موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم زيكو دا كاترة عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير فيديو جديد ان شاء الله بالنسبة لأناتومي هنتكلم فيه على موضوع المحاضرة التانية اللي تتكلم على الاسكيليتال سيستم أو البونز طبعا الاسكيليتال سيستم يعني الجهاز الهيكلي يعني من الاخر الهيكل العظمي بتاع الجسم الجهاز الهيكلي هيكل الجسم فهنتكلم على الاسكيليتال سيستم وطبعا الجهاز الهيكلي او الهيكل العظم دا بتكون من ايه من مجموعة من العظام او مجموعة من البونز فالشابتر دا لي اسمين الاسكيليتال سيستم او يسموه البونز نفس الفكرة مفيش اي ايه اختلاف طيب انا بالنسبة للمحاضرة دي في الاسكليتال سيستم ده انا عايز اتكلم على ايه انا بحب في الاول اقولك انا هتكلم على نقاط معينة تعال اما اقولك ايه النقاط المعينة اللي هتكلم عليها في هذه المحاضرة بالنسبة ده كاتلة الشابطر البونز او الاسكليتال سيستم انا هكلمك في هذا الشابطر او في هذه المحاضرة على اربع حاجات اول حاجة هنتكلم عليها في البونز هو الديفينيشن والديفينيشن يعني تعريف البون تعريف النسيج العظمي ايه دي اول حاجة هنتكلم عليها يعني ايه نسيجة عظمي دي اول حاجة تاني حاجة هنتكلم عليها وهي الوظيفة ما هي الوظيفة بتاعة الجهاز اللي هيكلة او ما هي وظيفة عظام الجسم الوظيفة هنتكلم على الوظيفة ثم بعد كده هقولك ان عظام الجسم دي عددها كبير او كتير فبالتالي احنا عايزين نقسمها تقسيمات مختلفة فعايزين نعمل لها حاجة زي تصنيف او تقسيمة وكلاسيفيكيشن يعني تصنيف او تقسيمة نعمل تصنيف او تقسيمة بناء على كذا حاجة واخر حاجة هكلمك عليها هو الاستراكشر او تركيب العظمة العظمة تتكون من ايه و ايه هي التغذية الدموية بتاعة العظمة يبقى انا جاي اكلمك في البونز او في العظام على اربع حاجات هكلمك على الديفينيشن يعني ايه عظم هكلمك على الفونكشن ما هي وظيفة العظم هكلمك على الكلاسيفيكيشن ايه هو التقسيمة او التصنيف بتاع العظم وهكلمك على الاستراكشر يعني تركيب العظمة ايه وما هو الانداد الدموي او التغذية الدموية لأي عظمة في جسمين دول الاربع حاجات او الاربع حاجات اللي هم يعتبرهم محتوى المحاضرة التانية اللي بتتكلم على البونز او الاسكيليتال سيستم جميل جميل ناخد اول حاجة معانا الديفينيشن وهي كلمة ونص مفيش فيها كلام كتير يعني الديفينيشن او تعريف البون ببساطة خالص احنا عندنا انسجة في جسمنا اسمها الانسجة الضامة اسمها ايه الانسجة الضامة النسيج الضام جميل او هذا النسيج الضام ننظف بقى كده عشان ايه نكتب اللي احنا عايزينه فاول حاجة بالنسبة ليه الديفينيشن فالديفينيشن يقولك ان احنا عندنا البون ما هو اللي عبارة عن كونيكتف تشو والكونيكتف تشو هو النسيج الضام دي مجموعة من الانسجة الانسجة دي في جسمنا لها انواع مختلفة الانواع المختلفة من الانسجة دي بتكسب الجسم الدعامة والقوة بتاعته كونيكتف تشو يعني نسيج ضام جميل او يبقى انت عندك نسيج ضام هذا هو النسيج الضام اللي مكوه من مجموعة من الخلايا جميل او طب البون بقى نسيج ضام وخلاص قالك لأ هذا النسيج الضام يجي يترسب جواه كلسم لو ترسب جوا النسيج الضام كالسام ساعتها يبقى سمبون او يبقى سمعضم يبقى اذا النسيج الضام العادي بتاعمل كونيكتف تشو العادي لو ترسب فيه كالسام فاصبح كالسيفايد كونيكتف تشو هو البون ببساطة كالسيفايد كونيكتف تشو يعني نسيج ضام مترسب فيه كالسام ساعتها يبقى الكالسيفايد كونيكتف تشو دي ببساطة الجملة دي يعني ايه؟ يعني بون يعني عضم فهمنا؟ يبقى اول حاجة كدفينيشن او كتعريف للعضم ان العظم هو الكلسيفايت connective tissue يعني ايه؟ يعني هو النسيج الضام اللي مترسب فيه كالسام والنسيج الضام ده ده مجموعة من الانسجة في جسمنا بتكسب جسمنا القوة والدعامة جميلة اول يبقى اول حاجة definition of bone عرف للبون يا حبيبي calcified connective tissue يعني نسيج ضام مترسب جواه كالسام وتقريبا جسمنا بيحتوي على قام عظمة بنقولها كده مع الديفينيشن احنا عندنا تقريبا متين وستة عظمة في جسمنا رقم تحفظه زي اسمك وممكن ييجي في المالتبولت شويس كويسشن MCQ يبقى تعرف لي ان احنا عندنا كام عظمة متين وستة وتعرف لي ايه هو العظم هو عبارة عن calcified connective tissue ده اول حاجة من الاربع حاجات اللي عندنا في المحاضر التعريف والعدد calcified connective tissue وعدد العظام اللي في جسمنا متين وستة بونز متين وستة عظمة جميل يبقى دي اول حاجة كانت عندنا اللي هي definition طيب قلت لي بعد تاني حاجة او بعد اول حاجة اللي هو definition او تعريف البون تاني حاجة كان function ايه هي وظيفة skeletal system او ايه هي وظيفة عظام جسمنا قالك عندنا ست وظيف يلا عشان نحفظهم مع بعض عايزين نحفظ function of bones او وظيفة العظم عندنا ست وظيف ستة وظيفة العظم ستة حاجات المهم ان الجهاز اللي هيكلي او الجهاز العظمي بتاع الجسم او عظام الجسم دي كان دايما بتبقى موجودة في chapter كنت بتاخدوه في السنوية العامة او ايا كان يعني المرحلة اللي كانت قبل الجامعة كان دايما بيتاخد في chapter او موضوع اسمه دعامة والحركة الدعامة اللي هو support تدعيم الجسم يعني والحركة اللي هي كلمة loco motion loco motion و loco motion يعني حركة support and loco motion دايما بيتاخد في الشابتر ده فاذا اول وظيفتين من الستة هم الصبورت و loco motion يعني ايه يعني الدعامة والحركة يبقى اول وظيفتين عندنا من الستة الدعامة والحركة عشان ما تنساش طب بنكتوبهم ازاي يقولك الوظيفة الاولى وهي الدعامة طب والدعامة دي بتتكتب ازاي يقولك support the body يعني بدي دعامة للجسم support the body ويد للbody كمان او الجسم الشيب بتاعه شكله يبقى اول حاجة اللي هي كلمة الدعامة فالدعامة صبورت زبادي وجفئة سيشيب ويددله شكل يدعم الجسم ويددله شكل طب رقم اتنين الحركة ما انت قلتلي اول اتنين في الستة دعامة وحركة فرقم اتنين الحركة الحركة ايه قالك مسؤول عن اللوكو قلتلك ايه لوكو موشن واللوكو موشن هي الحركة كلمة لوكو موشن يعني الحركة ازاي بقى قالك ببساطة خالص احنا عدمنا ماسك فيه عضلات فالعضم ده بيستخدم ككلمة مهمة او مكتوبة عندكو ليفرز كلمة ليفرز يعني روافع فيقولك ان العضم ده ما هو اللي عبارة عن روافع روافع لمين للعضلات علشان العضلات تحرك المفاصل يعني انت عندك عضمة مع عضمة العضمة مع العضمة دي مسك عليها عضلات تمام كده فتعتبر العضم في هزي الحالة روافع روافع للعضلات علشان العضلات تنقبط فاتحرك المفصل ماشي كده وهنقر الكلام ده مع بعض من المذكرات بتاعتنا احنا بس بنحفظ الاول وبعدين نروح نقرأ الجوز ده من المذكرات بتاعتنا ماشي كده يبقى اول حاجة سببورت الباضي و جيف اتس شاب اللي هي الدعام تاني حاجة الحرك هيسؤن يعني العظام بتستخدم كراوافع كراوافع لمين للعضلات عشان من يتحرك المفاصل وهنقرأ الكلام ده وهنترجمه كلمة كلمة دلوقتي مع بعض يبقى دول اول اتنين من ستة وظائف ثم بعد كده الوظفتين اللي عليهم الدور حاجة من فوق وحاجة من تحت الوظفتين اللي عليهم الدور حاجة من فوق وحاجة من تحت حاجة من فوق انا لسه اقيلها لك ان العظم ده ماسك فيه من فوق مين العضلات فيقولك بيدي اتاشمنت اتاشمنت يعني التصاق او ارتباط لمين للمسلز يبقى اتاشمنت للمسلز العضلات بتمسك فيه عضلات جسمنا ماسكة في عضمنا حتى بدليل ان انا في الجملة اللي قبلها قلتلك هيستخدم قروافع للعضلات علشان العضلات تحدث ايه تحدث حركة على مستوى المفس فاذا اتاتش من توف مصلز يعني ماسك فيه من فوق العضلات دي حاجة من فوق طب حاجة من تحت ايه تحت العضم البروتكشن الحماية يقول لك عضم جسمنا بيحمل اعضاء الحيوية بتاعت جسمنا يعني قفصك الصدري دوا بيحمي مين الهارت واللونجز القلب والرقتين عمودك الفكر ده ماشي جواه مين الحبل الشوكي او اللي سباينة القرد الجنجمة او اللي سقل سقل اللي هي الجنجمة جواها مين جواها المخ او البرين فاذا عضم جسمنا بيعمل بروتيكشن للأورجنز للاعضاء المختلفة في جسمنا دي من تحت يبقى انت عندك دي حاجة من فوق وحاجة من تحت حاجة من فوق ماسك فيه العضلات ماسك فيه العضلات العضم بتاعنا ماسك فيه من فوق عضلات جسمنا بدليل ان انا في النقطة التانية بتاعت الحركة قلتلك ان العضم ده هيستخدم قروافع للعضلات علشان العضلات تحرك المفاصل ثم بعد كده حاجة من تحت بقى حاجة من فوق العضلات حاجة من تحت الحماية انه بيحمي اللي تحته مين اللي تحته زي الجنجمة تحتها المخ زي القفص الصدري جوا القلب والرقتين زي العمود الفقري جوا الحبل الشوكي دي كلها امثل يبقى دي اتنين واربعة حاجة من فوق وحاجة من تحت يبقى تاني اول اتنين دعام وحركة تاني اتنين حاجة من فوق وحاجة من تحت ثم اخر اتنين اللي هم رقم خمسة ورقم ستة مخزن ومصنع مخزن ومصنع طيب تعال اقوللي مخزن لايه يبقى المقزن كلمة ريزورفور كلمة ريزورفوور يعني مقزن او مكان تخزين مكان تخزين لعاق عدن في العظم ايه بنات خزين في العظم مع ماشهوره شيء جدا كالسوم والفوسفور معاق مهم جدا يبقى مقزن الافسفور يقول لك مخزن لهم اه معروف ان احنا عضمنا مترسب فيه كالسام ده هو اصلا كان تعريفه كالسفايد كنك تفتشه فاذا عضمنا معروف ان هو مترسب فيه كالسام وفوسفور طب وظيفة الجلام ده ايه يعني؟ قال لك هي مبدئيا معادن بتكسب العضم الصلابة والقوة بتاعته نحن كده كده محتاجين نخزينها في العضم الحاجة التانية قال لك الحاجات دي متخزينة في العضم بناء على حاجة الجسم يعني ايه؟ عندك حاجات معينة او امراض معينة ممكن يقل فيها تركيز كالسام في الدم دي ما بيني وما بينك انا بفاهمك يعني فتنقص تركيز كالسام في الدم ممكن يدخل الشخص في تشنجات وشل العضل في جسمك هيسكت؟ لا مش هيسكت هيطلع هرمونات معينة من جسمك تشد كالسام من العضم تدخله في الدم علشان ايه؟ علشان الحاجة لان احنا دلوقتي محتاجين كالسام الكالسام في الدم مقليل والشخص داخل في تشنجات وشل العضل فاذا نخرجي يا هرمونات شدي الكالسام من المصنع او من المخزن بتاعنا ندخلي الدم يبقى اذا هو اكت اذا رزورفور يعني مخزن مخزن لايه؟ للكالسام والفسفور علشان نشدهم منه ندخلهم في الدم وقت الحاجة ثم بعد كده قلتلك في اخر واحدة مصنع فاذا مصنع ازاي؟ يقولك العضمة ببساطة لو جيت تبص عليها اي عضمة بهذا الشكل طبعا جواها تجويف هذا التجويف بيحتوي على نخاع العضم اللي اسمه بون مرو نخاع العضم اسمه ايه؟ بون مرو دي مادة بتكون موجودة في قلب العضمية من جوة بون مرو نخاع العضم وهذا البون مرو مسؤول عن عملية مشهورة او احفظها لي زي اسمك اسمها هيماتو تعني نقسمها مع بعض هيماتو بويسز ايه المقطع هيماتو بويسز ده؟ ايه المقطع ده؟ قالك هيماتو كل مقطع هيماتو يعني دم بويسز يعني تصنيع يعني البون مرو ده هو اللي مسؤول عن تصنيع الدم يقصد تصنيع خلايا الدم زي كرة الدم الحمرة كرة الدم البيضة الصفايح الدموية وخلافه فبقى اذا العضم جواه مصنع هذا المصنع هو البون مرو نخاع العضم موجود جوا العضم في قلب العضم من جوه هذا البون مرو مسؤول عن تصنيع خلايا الدم فعملية بمصطلح عندنا في الطب اسمه هيماتو بويسز هيماتو يعني دم بويسز يعني تصنيع فاذا هيماتو بويسز يعني تصنيع الدم تصنيع خلايا الدم كرات دم حمرة كرات دم بيضة صفايح دموية وهكذا موجودة فين في قلب المصنع اللي جوه البون بس فيه تكة شفت البون مرو ده هو اللي هو نخاع العضم اللي انا اتكلمت عليه ده نخاع العضم البون مرو اللي موجود جوه العضم ده في منه نوعين نوع اسمه رد بون مرو يعني نخاع العضم الاحمر ونوع اسمه يلو بون مرو يعني نخاع العضم الاصفر اللي بيصنع خلايا الدم هو الرد بون مرو من اسمه حتى رد احمر إنما اليلو بون مارو أو نقاع العظم الأصفر ده مسؤول عن تخزين خلايا دهنية مسؤول عن تخزين الفات الدهون ما بيصنعش خلايا دم فعشان كده تلاقي مكتوب عندك إيه فورميشن أو هيماتو بويسز تصنع الدم باي ريد بون مارو يعني نقاع العظم الأحمر لأن العظمة من جوة فيها نوعين من نقاع العظم الأحمر والأصفر الأحمر هو الأكتف هو النشط اللي بيصنع خلايا دم والأصفر لا ده أخره يخزن خلايا دهنية أو فات ماشا ده كترة يبقى نيجي نشوف تاني إيه هي تاني نقطة تكلمنا عليها في المحاضرة اللي هي أصلا عبارة عن أربع نقاط المحاضرة دي كلها أربع نقاط فتكلمنا على الديفينيشن دي أول واحد وقلنا أنه عبارة عن نسيج دام مترسب فيه كالسيوم وعندنا 226 عظمة في جسمين تاني حاجة عندنا كانت الوظيفة أو الفونكشن وقلنا الوظيفة أو الفونكشن ستة الستة دول كانوا عبارة عن إيه أول واحدة دعامة نكبر الخط شوية أول واحدة كانت الدعامة أنه مسؤول عن الصبورت وبيدي الجسم الشيب أو الشكل بتاعه تاني حاجة كانت الحرقة حيث أنه كان مسؤول عن اللوكوموشن واللوكوموشن العظم بيشتغل كاليفرز أو روافع للعضلات عشان تحرك الجوينتات اللي هي المفاصل ثم بعد كده حاجة من فوق وحاجة من تحت من فوقه ماسك فيه العضلات التاتش منتو أوف مصلز التاتش منتو أوف مصلز يعني يلتسك فيه العضل العضل تبقى ماسكة في العضل من فوق طب من تحته من تحته العضل ده بيحبي الأعضاء الداخلية يقول لك بوروتكشن أوف أورجنز زي السقل والبرين زي الجنجومة سقل تحمي المخ أو البرين ده مثال وفيه أمثلة كتير نقرأ دهوقتي مع بعض ماشي كده؟ طيب وبعد كده عندك مخزن صح كده؟ ومصنع مخزن ومصنع المخزن للكالسام والفوسفور اللي قلنا موجودين في العضل عشان يكسبوه الصلبة والقوة وكذلك برضو هنستخدمهم وقت الحاجة في الدم لو احتاجناه فيه هرمونات هتشدهم من العضم اتدخلهم في الدم في حالات نقص هذه المعدن في الدم وآخر حاجة المصنع هو مصنع فعلا لو كسرت العضم هتلاقي من جواه حاجة اسمها نخاع العضم بون مرو هذا نخاع العضم أو هذا البون مرو مسؤول عن عملية هيماتو بويسز هيماتو يعني دم بويسز يعني تصنيع يعني عملية هيماتو بويسز عملية تصنيع خلايا الدم بس ده في حاجة ان هذا نخاع العضم أو البون مرو نوعين رد ويلو الاحمر والاصفر تصنيع خلايا الدم بيتم عن طريق الرد بون مرو نخاع العضم الاحمر لان نخاع العضم الاصفر أو اليلو وبون مرو ده مسؤول عن تخزين شوية دهون وفات بس انها ما بيصنعش خلايا دم يبقى دي كده تاني شقة عندنا في المحاضرة ألا وهو الفانكشن يبقى احنا تكلمنا اول حاجة على الديفينيشن وقلنا ان هو عبارة عن كونكتف تيشو نسيج ضام مترسب فيه كالسام يعني كالسفايت كونكتف تيشو عندنا 226 عضمة في جسمنا وكلمتك بعد كده على الشق التاني ألا وهو الفانكشن أو الوظيفة دعامة وحرقة حاجة من فوق حاجة من تحت مخزن ومصنع ثم النقطة التالتة قلتلك ان احنا عندنا 226 عضمة كتير عايزين نعمل لهم تصنيف او تأسيمة فالشق التالت عندنا في المحاضرة هو الكلاسفيكيشن او تصنيف العضم بالنسبة للكلاسفيكيشن او تصنيف العضم فاحنا بنصنف كده الفانكشن تمام فاحنا بنصنف العضم بناء على اربع حاجات يا ده كتر يعني موضوع الكلاسفيكيشن عشان بس نجمعه كله كده وبعدين ايه نقول حاجة حاجة فموضوع الكلاسفيكيشن او عملية تأسيم او تصنيف العضم فبتبقى بناء على اربع حاجات اول حاجة هنعمل على اساسها الكلاسفيكيشن وهي البوزيشن يعني مكان العضم هنقسم العضم على اساس مكانه بعد البوزيشن هنقسمه على اساس الشيب شكله بعد الشيب هنقسمه على اساس الديفولوبمنت يعني تكوينه في الاول خالص وهو لسه الطفل او الشخص جنين العضم بتكون ازاي؟ ليه طريقتين؟ يا طريقة كزا يا طريقة كزا ورابع حاجة ناخدها في الكلاسفيكيشن او في التأسيم بناء على الاستراك شر تركيبه العضم انواع من حيث التركيب يبقى ازا الكلاسفيكيشن او تأسيم العضم عضم كتير فحايزين نعمل له تأسيمة او تصنيف هنصنفه بناء على البوزيشن يعني بناء على المكان او الموقع بناء على مكان العضم او موقع العضم تاني حاجة الشيب يعني بناء على الشكل هنقسم العضم بناء على شكله العضم مختلف في اشكاله ثم بناء على الديفولوبمنت يعني تكوينه اتكون ازاي العضم اتكون ازاي ايام ما كان لسه الشخص ده جنين ثم رقم اربعة أكوردنج للستراكشر يعني بناء على تركيبه في فرق بين الديفولوبمنت والاستراكشر الديفولوبمنت يعني تكوينه الاستراكشر يعني تركيبه فالعضم في تركيبه حاجة وفي الديفولوبمنت بتاعه حاجة ده الشق التالت اللي هو الكلاسفيكيشن هنقسم العضم قبل ما نقسم العظم انا مش عايزك تتوه ونبتدي نتكلم بقى لتقسيمة تقسيمة منهم تعالى الاول ما نقرأ مع بعض اول نقطتين اللي هما الديفينيشن والفانكشن ثم نخش سوا في الكلاسيفيكيشن طبعا ده كاترة بالنسبة الاول شقين معانا في المحاضرة كانوا الديفينيشن والنمبر والفانكشن فالديفينيشن هو عبارة عن كالسيفاية كونيك تفتشه وقلت لك كلمة كالسيفاية كونيك تفتشه يعني نسيج ضام مترسب فيه كالسام وقلنا النسيج ضام ده نسيج منتشر في جسمنا هذا النسيج بيكون مسؤول عن الدعامة ومسؤول برضو عن القوة والصلابة بتاعت نسيجة الجسم المختلفة عندنا كام عظمة قالك الهيومان سكيلتون يعني الهيكل العظمي البشري بيتكون من 206 بونز فورمد اوف يعني يتكون من 206 بونز عندنا 206 عظمة في جسمنا ثم بعد كده عندنا الفانكشن قادي الستة فانكشن ويحفظهم بالطريقة اللي قلنا عليها تلاقي الموضوع صهر خالص اول حاجة دعامة وحرق فعندك الدعامة دي رقم واحد والحرقة رقم اربعة فجمعها حنتا بطريقتك بقى اول حاجة الصبورت الدعامة قلتلك بيصبورت البضي يعني بيدي دعامة للجسم عند جيف اتسي شيب يعني بيدي له شكله بيدي شكل الجسم رقم اتنين الحرقة وقلتلك معنى حرقة موشن او لوكو موشن اللي اتنين صح موشن او لوكو موشن موشن يعني حرق يقولك اللونج بونز العظم الطويل زي اللي كانت في ايدي كده اهي لونج بون اه بروفايد ليفرز يعني بيشتغل قراوافع او رافعات لمين للمسلز للعضلات عشان يحرق مين تو موف جوينتز عشان يحرق المفاصل يبقى دي كانت اول اتنين اللي هم الدعامة والحرقة ثم حاجة من فوق وحاجة من تحت حاجة من فوق ليه رقم 3 give attachment يعني يلتصق فيه يلتصق في مين muscles and legaments muscles يعني العضلات والlegaments يعني الاربطة يبقى اذا هو ماسك فيه العضلات والاربطة ده الattachment حاجة من فوق ماسك فيه من فوق العضلات والاربطة طب ثم حاجة من تحت ودي رقم اتنين قولنا بيعمل protection للارجن حماية للاعضاء الداخلية والراجل الدك مثاله وقال لك اللي احنا قلناه اللي سقل أو الجمجمة بتبروتكت زابرين الجمجمة بتحمل مخ ثم بعد كده آخر اثنين مصنع ومخزن قال لك المخزن كتأخر واحدة روزورفوار كلمة روزورفوار يعني مخزن مخزن لمين؟ للكالسام والفوسفور كالسيام أندفوسفورس طبعا هو مش كتبلك بس أنا قلتلك طبعا هو مخزن ليه؟ لأن المعادن دي بتكسب العظم الصلابة والقوة وفي نفس الوقت برضه المعادن دي أنا ممكن أشدها من العظم أدخلها الدم وقت الحاجة بناء على هرمونات معينة وآخر حاجة كانت المخزن طبعا آخر حاجة كانت المصنع هي رقم خمسة يقول لك formation of blood cells يعني تصنيع خلايا الدم اللي عملية اللي احنا سمناها هيماتو بويسز هيماتو يعني دم بويسز يعني تصنيع فإذا هيماتو بويسز على بعضها يعني تصنيع الدم أو تصنيع خلايا الدم وقلتلك الموضوع ده بيحصل فين؟ في الرد بون مره يعني في نخاع العظم الأحمر لأن العظمة دي جواها نوعين من نخاع العظم الأحمر والأصفر الأحمر هو اللي هيصنع خلايا الدم أما الأصفر آخره يخزن شوية دهون أو فات ماشي كده دكاترة؟ ده بالنسبة للإيه؟ ليه definition وبالنسبة للجزء بتاع الفونكشن هيخش بعد كده يقسم لك الposition أو الclassification بقى نخش فيه التصنيف أو تقسيمة العظم زي ما قلنا على أساس إن إحنا عندنا متين وستة بون فإحنا عندنا أكتر من طريقة لتقسيمهم أو تصنيفهم ده اللي إحنا اتفقنا عليه وقلنا عندنا كم طريقة؟ عندنا أربع طرق أدي الطريقة الأولانية according to position كلمة according to يعني بناء على ماشي كده؟ فأول حاجة يعني بناء على position يعني بناء على مكان أو موقع العظم ثاني حاجة according to development وقلت لك كلمة development يعني تكوينه بناء على تكوينه العظم ده تكون إزاي؟ لما كان الشخص ده لسه جنيب فتكوين العظم عملية اسمها التعظم اللي هي ossification يعني شفت كلمة ossification ده إيه؟ يعني تعظم ماشي كده؟ طيب ثالث حاجة قلنا according to shape بناء على الشكل شكل العظم وربع حاجة قلت لك according to the structure يعني بناء على تركيب العظم يبقى تقسمه بناء على الموقع أو المكان position تقسمه لي بناء على development يعني تكوينه من الأول خالص يعني عملية التعظم أو ossification أو تقسمه لي بناء على الشكل shape أو تقسمه لي بناء على التركيب structure دول الأربع تقسمات هناخدهم بقى تقسيمة تقسيمة يعني ناخد البوزيشن لوحده وناخد الdevelopment لوحده وناخد الشيب لوحده وناخد الاستراكشر لوحده جميل؟ جميل أول حاجة معاك according to position ودي حاجة نشرح لك أصلاً في الأساسيات والمفروض أن أنت شاطر فيها هادي الوقت بناء على مكان العظم في جسمنا فإحنا جسمنا بيحتوي على نوعين من العظم يا إما عظم مركزي أو محوري يعني الهيكل العظم المحوري أو المركزي يا إما هيكل عظمي طرفي صح كده؟ يبقى أنت لو عايز تقسم العظم بناء على الموقع أو المكان فأنت عظمك حاجة من اتنين يا إما حاجة اسمها axial skeleton والأجزيال skeleton هو الهيكل المركزي أو الهيكل المحوري العظم اللي في نص الجسم ده يا إما appendicular skeleton انتق كده؟ appendicular يعني الهيكل العظمي الطرفي يعني أطرافك يعني عظام الزراعين وعظام الصاقين أو الرجلين يعني الأطراف السفلية يبقى الابندicular هو العظام الطرفية سواء الأطراف العلوية أو الأطراف السفلية ماشي كده؟ الجهاز العظمي الطرفي أما الجهاز الهيكلي أو العظمي المركزي أو المحوري نسميه axial skeleton ماشي كده؟ يبقى أنت عندك according to the position أو المكان نوعي حاجة اسمها axial skeleton الهيكل المحوري أو المركزي وحاجة اسمها appendicular skeleton يعني الهيكل الطرفي أو الهيكل بتاع الأطراف اللي هو عظم الأطراف العلوية وعظم الأطراف السفلية يبقى زي ما اتفقنا يا دكاترا أول حاجة لو هنقسم العظم على أساس الموقع أو المكان أو الـ position عندنا axial skeleton أهو وعندنا appendicular skeleton محوري وطرفي جميل بالله عليك الهيكل العظمي المحوري يعني محور جسمك مركز جسمك في مين؟ مين العظم اللي موجود في مركز الجسم؟ مركز نص جسمك كده أهو أو زي ما أنا نازل بأيدي كده ده مين ده؟ جي لك واحد يقول لك مين؟ اللسقل الجمجمة جميل صح؟ سيفقى أول حاجة لالسقل أو الجمجمة طب غير اللسقل أو الجمجمة ايه رأيك في القفص الصدري؟ السورسك كيج يبقى الكفص الصدري ده يعتبر برضو مانقدرش نقول عليه عظم طرفي الطرف الأطراف بقى اللي هتبقى هنا ولكن نقول عليه عظم مركزي أو محوري القفص الصدري واللي بيكونه وهذا القفص الصدري بيكون مكون من 3 حاجات عضمة القص اللي في منتصف الصدر دي كده اللي هاسمها ستيرنعم سميها إيه؟ الستيرنعم واللي مرتبط بعضمة القص الضلوع ريبس ثم الفكرات الصدرية من العمود الفقري واللي عددها 12 12 صوراسك فيرتيبري يعني 12 فقرة صدرية يبقى القفص الصدري تاني بتكون من ايه؟ بتكون من السترنم عضمة القص واللي ماسك فيها الضلوع ريبس ومن وراء ال 12 فقرة الصدرية بتاعت العمود الفقري 12 صوراسك فيرتيبري 12 12 صوراسك يعني صدري فيرتيبري يعني فقرات يعني عندنا 12 فقرة صدرية ده مين؟ اللي هو الصوراسك كيتج او القفص الصدري وتالت حاجة معاك في الهيكل المحوري طبعا مش محتاجة اقولك هتبقى مين؟ هتبقى العمود الفقري الفرتبرا الكولمن والعمود الفقري او الفرتبرا الكولمن هو العمود اللي مكون من مجموعة من الفقرات اسمه ايه تاني؟ Vertebral column العمود الفقري هذا العمود الفقري بيتكون من 32 ل 33 فقرة من 32 ل 33 فقرة تقسيمة هذه الفقرات كالاتي سبع فقرات عنقية بنسميها بالانجلش 7 cervical يعني سبعة عنقية 7 cervical ونشوف الكلام دا دلوقت ثم 12 فقرة صدرية اللي احنا لسه مكونين بيهم القفص الصدري 12 صراسك فيرتبري يبقى 7 12 ثم خمس فقرات بطنية اللي احنا بنسميها البطنية او القطنية 5 lomber 5 lomber فقرات القطنية دي اسمعها lomber vertebري ثم بعد كده الفقرات العجزية اللي احنا بنسميها الساكرال واللي بتبقى ملتحمة مع بعضها فيه عضمة واحدة اسمها الساكرام اهي يعني الفقرات الخامسة الساكرال دول بيكونوا عضمة واحدة ملتحمة مع بعضها ماشي كده ثم بعد كده الفقرات العصعصية برضو بتبقى ملتحمة الصغيرة اللي تحت دي ودي اللي عددهم بيكون تلاتة او اربعة فيبقى التوتل معاك من اتنين وتلاتين لتلاتة وتلاتين فقر سبعة سيرفيكل اتناشر سورسك خمسة lomber خمسة ساكرال من تلاتة لاربعة كوكسيجيال الكوكسيجيال هي العصعصية فيديك التوتل بتاعك من اتنين وتلاتين لتلاتة وتلاتين فقر تعالوا نشوف الكلام ده انتو شفتوا المنظر بتاع الكفص الصدري او وشفتوا المنظر بتاع العمود الفقري تعالوا نشوف الكلام بيقول ايه يقولك بالنسبة للأجزيالسكيلتون او الهيكل المحوري او الهيكل المركزي فهو ببساطة تلات حاجات اول حاجة اللسقل اللي هي الجمجمة وعايز يقولك اللسقل دي الجمجمة دي مع تجزر يعني مع المندبل اكتبلي على المندبل يعني الفك السفلي اهو اه ده الفك السفلي شايفينو مندبل الفك السفلي فالجمجمة بتاعتك مع المندبل او الفك السفلي يعملو الهيكل العظمي بتاع الهيد او بتاع الدماغ يقولك مع الايه مع المندبل فورمزا سكيلتون اوف زهيد يعني يعملو الهيكل العظمي بتاع الايه دماغك جمجمة مع المندبل او الفك السفلي يعملو الاسكيلتون اوف زهيد يعني العظم بتاع الراس جميل إيبقى دي كلمة أقولها على اللسكال بس اللي عرفه عن اللسكال إن اللسكال مع المندبل أو الفك السفلي يعملهم الهيكل بتاع الرأس جميل ده أول حاجة في العظم ايه؟ في العظم المحوري وهي الجنجمة أو اللسكال ثاني حاجة الvertebral column ثاني vertebral column ثاني vertebral column العمود الفقري والعمود الفقري مكون من 32 ل 33 فقر وقالت لك حتة 32-33 دي اللي عملها الفكرات العصعصية لان هي تتروح من 3 لأربعة جميل يقول لك تقسمتهم ايه الفكرات دي بتتقسم على حسب المنطقة سبع فكرات سيرفيكل كتوب لي جنبها يعني فكرات عنقية سيرفيكل اللي هي هنا اللي هي بيداية العمود الفكر تحت الجمجوم على طوق ثم 12 فكرات سوراسيك يعني صدرية سوراسيك يعني فكرات صدرية ودي بالمناسبة اللي كمان هتخش في تكوين القفص الصدري ثم 5 فكرات لمبر ولمبر يعني قطنية او بطنية فكرات قطنية ثم 5 فكرات سكرال وقلت لك السكرام هو العجز الفكرات العجزية وذي الفكرات العجزية الراجل بيقول لك اكتب أفيوزد يعني ملتحمة قل لها فعض ما واحد يعني هي اصلا دول 5 فكرات انا مسك فيه ديوقتي 5 فكرات بس الخمس فكرات مرتبطين في وان بون يعني فعض ما واحد فيوزد ثم بعد كده الفكرات العصعصية ودي برضه بتبقى من 3 ل 4 كوكسيجيال ودي برضه بتبقى فيوزد او ملتحم فهو ده اللي عمل من 3 ل 4 كوكسيجيال دي اللي عملت من 32 ل 33 بس 7 12 5 5 من 3 ل 4 فيبقى التوتل بتاعك من 32 ل 33 ده الايه البرتبرا الكولمنا او العمود الفقر جميل عندك بعد كده القفص الصدري فالرجل بدأ يفرده لك الاول وبعدين رجع يفكرك بالتركيب الكامل ليه فالتركيب الكامل زى صراس الكيجي اسفورمد اوف يعني القفص الصدري بيتكون منه الليسترنم العضمة بتاعت المقدمة بتاعت الصدر اللي احنا سميناها عضمة القص الليسترنم ماسك فيها الربس الدلوع ودول 12 زوج 12 bear of ribs عندنا 12 bears of ribs 12 زوج من الدلوع وعندك الدلوع دي من قدام في الاسترنم ومن ورعة القماسكة في مين في ال 12 فقرة الصدرية اللي 12 او 12 صراسك vertebra vertebra يعني فقرة جمعها vertebra يعني فقرات مش vertebra لأ vertebra يعني فقرة جمعها vertebra يعني فقرات فالقفص الصدري مشارك فيه الـ 12 فقرة الصدرية اللي قمه الـ 12 12 أو سوراسك 12 سوراسك فيرتبري الـ 12 فقرة الصدرية الراجل فوق تاني هو بيقولك ايه الـ sternum ودي عظمة القص والربس 12 bears ورجع في الاخر ام ايلك تخد بالك اصلا القفص الصدري ده بيتكون من 1 2 3 ويبقى ده التأسيم الأولينية اللي اسمها الهيكل المحوري او الهيكل المركزي يبقى الهيكل المحوري او الهيكل المركزي بتاع الجسم هو عبارة عن الجمجمة اللي كانت مع الفكة او الماندبل فك السوفلي تكون الهيكل بتاع الراس ثم القفص الصدري اللي مكون من الـ sternum و12 زوج من الدلوع 12 bears of ribs واللي عـ 12 فقرة الصدرية 12 سوراسك فيرتبري ثم العمود الفقري او الـ vertebral column والـ vertebral column ده مكون من 32 لـ 33 فقرة تقسمتهم 7 cervical يعني 7 ونقية 12 سوراسك يعني 12 صدرية 5 لامبر يعني 5 قطنية 5 ساكرال يعني 5 عجازية ومن 3 لـ 4 كوكسيجيال يعني من 3 لـ 4 عصعصية وما تنساش ان الساكرال والكوكسيجيال اللي هي العجازية والعصعصية بيكونهم فيوزد ملتحمين فقرة بتاعتها ملتحمة او لازقة في بعضها فيوزد ده لو انت بتتكلم على الهيكل المحواري الهيكل اللي في نص جسمك طب مالكن فيه نوع تاني بقى من الهيكل according to position يعني بناء على المكان برضو او على اساس المكان وهو الهيكل الطرفي abendicular skeleton الهيكل الطرفي abendicular skeleton وقلتلك ده عبارة عن ايه الابendicular skeleton قلتلك عبارة عن عظام الابرلمب وعظام اللورلمب عظام الطرف العلوي وعظام الطرف السفلي جميل اوي يعني عظام الدراعات وعظام الرجلي ده نسميها هيكل ايه طرفي ده عظام طرفية ده abendicular skeleton من اسمها حتى انما الجمجمة القفص الصدري ومكوناته العمود الفقري وفقراته المختلفة ده هيكل محواري او مركزي جميل اوي طيب خش بقى في العظم الطرفي يبقى انت عندك طرف علوي وعندك طرف سفلي الطرف العلوي بنسميه upper limb تسمي ايه upper limb والطرف السفلي بنسميه lower limb يبقى عندك upper limb وزيه تحت lower limb هزين نعرف العظم المكون لل upper limb والlower limb واللي بطبيعة الحال هيبقى كله عظم abendicular كله عظم ايه طرفي صح كده ابنديكولر اسكيلتون كله ابنديكولر اسكيلتون جميل ابدأ بال upper limb يعني خدلي الاول الطرف العلوي فالطرف العلوي لو جدت بص عليه هتلاقيه بادئ بحزام وبعد كده شوية عظم والطرف السفلي برضو بادئ بحزام وشوية عظم الحزام اللي فوق معانا في ال upper limb او الطرف العلوي اسمه حزام الكتف هذا الحزام الكتفي مكون من عظمتها حزام ال خلف ايه مكون من عظمته عظمة الاسكابيولا اللي هي عظمة لوح الكتف اسمها ايه انطق معايا كده اسكابيولا وعظمة الكلافيكل الترقوة يبقى انت عندك اسكابيولا عظمة لوح الكتف وعندك الكلافيكل الترقوة اللي اتنين دول مع بعض يعملهم حزام الكتف اللي اسمه الشولدر جيردل اللي بالمناسبة شكله برضاه شايفو ايه د عظمة لوح الكتف والاسكابيولا ماسك فيها الكلافيكل الجايلاء من قدام الكلافيكل ايه صح كده فالتنين دول مع بعض يعملوا الحزام ده كده اللي اسمه الشولدر جيردل او حزام الطرف العلوي وطبعا لما كانت السكابيولا هي اللي ورا والكلافيكل هل قدام فالوجك ان الراجل تلاقي بيقولك ايه تلاقي بيقولك الكلافيكل انتيريور والاسكابيولا بستيريور وحن Stand up en the posterior مش فارق لنا الكلام ده صحيح حزام الكدف مثل الطرف العلوي ما هو ما يبرا اضمه وراء العظم اليورى عظمة اللوح الكدف ماسك فيها من اضمه عظمه كلافكل الترقوه هذا الحزام اسمه بعد الحزام يأتي لك عظمه الدراع او عظمه العدد هيمرس يسموها عظمه الدراع او عظمه العدد هيمرس دي عظمه الدراع يبقى بعد كده يقولك البروكسيمال سيجمنت البروكسيمال سيجمنت ديت يعني القطع القريبة مش حنا اتفقنا نكلمة بروكسيمال يعني الحتة القريبة من منشأ الطرف فأقرب حتة للشولدر أو للجزع الطرف من الدراع وبعد كده الساعد وبعد كده أبعد حاجة من الهند فعشان كده معنى كلمة بروكسيمال سيجمنت يعني القطع القريبة والقطع القريبة هي الزراع وجوها عضمة الهيومرس يبقى عضمة الهيومرس عضمة الزراع ثم بعد كده al middle segment al middle segment يعني القطع اللي في النص فيقصد ده مين؟ الساعد يعني يقصد بال middle segment الساعد اللي احنا بنسميه al four arm يعني al four arm هو الساعد والساعد ده عبره عن عضمتين فاكرينهم اللي كنوا بيسموهم الزندو القعبورة بالعربي اسمبك بقى من الزندو القعبورة والكلام ده عضم ميديا الجوه اسمها الألنة وعضم لاترالبرة اسمها الريديوس يبقى إذن عظام الساعد عظمتين عظمتين جنب بعض في الساعد جوه هنا كده عظمه ناحية جوه ميديل تبقى مين؟ قلنة وعظمه جنبها ناحية بره لاترال اسمها ريدياس كلمة لاترال فيها أر كتير فتبقى الريدياس إنما القلنة هي اللي جوه هي الميديل يبقى إذن الميدل سيجمنت أو القطع اللي في النص بتاع الطرفك العلو هي عبارة عن الساعد الفور أرب وهذا الساعد عبارة عن عظمتين عظمة جوه وعظمة بره العظمة اللي جوه هي القلنة والعظمة اللي بره هي الريدياس بالمناسبة القلنة دي كانت الزند والريدياس دي هي القعبرة بس نسى بقت العربي ده خلص ماشي كده؟ طيب يبقى دي الإه؟ القلنة والريدياس ثم بعد كده الهند صحيح؟ الهند عظم الهند بص بق الهند بتكون من 3 مقاطع بيتقالوا كده واربع كربل متاكربل فلانجيس تقوله مرابع ده كده كربل متاكربل فلانجيس القربل هو العضم الصغير ده شايفينه؟ العضم الصغير ده بيكونه 8 عضمات العضم اللي هو المربع اللي جنب بعضه كله مرسس جنب بعضه ده اسمه كربل ثم متاكربل اللي هو العضم بتاع الصوابع 1 2 3 4 5 ثم الفلانجيس اللي هي اللي احنا بنسميها العقل او السلميات دول كانوا اتنين في الإبهام او الصمب بيكونوا عقلتين هنا وبقيت الصوابع بيكون كل صابع فيه 3 فيبقى التوتل بتاعك 14 فلانجيس يبقى تقن الهند الهند ايه؟ الهند التاتك ايه؟ صح؟ عبارة عن ايه؟ كربل متاكربل فلانجيس عقل القربل اللي هي كانوا بيسموها عظام الرزغ عظام الرزغ ودول تمانية 8 عظمات مربعين صغيرين لازقين في بعضك ده عظم صغير ثم الميتاكربل اللي هي عظام الأصابع العظم اللي بيكون البداية الصابع ميتاكربل ماشي كده؟ الميتاكربل دول عددهم بعدد الصوابع خمسة ثم بعد كده فلانجيس اللي هي عقل الأصابع بقى العقل الأطراف الأخيرة بتاع الصوابع ودول عددهم ثلاثة في كل صابع معدد الصمب أو الإبهام بيكون في اتنين فلهم ثلاثة في كل صابع يبقى اللي 4 في 3 في 12 واتنين هنا يبقى 14 يبقى التوتل بتاعك 14 فلانجيس بص كده يقول لك الهند ده عبارة عن إيه هند؟ كربل ميتاكربل فلانجيس الكربل دي عظام الرزغ تمانية الميتاكربل عظام خمسة بعدد الأصابع بدايات الأصابع ثم الفلانجيس اللي هي العقل أو السلميات وده عددها 3 في كل فنجر يعني 3 في كل صابع معدد الصمب اللي هو الإبهام بيكون فيه سلميتين بس فيبقى التوتل بتاعك اكتب لجنبها 14 فلانجيس 14 واحد 14 فلانجيس يبقى ده بالنسبة للإيه للطرف العلوي سهل يبقى بدأنا من فوق كجردل أو كحزام كلافكل اسكابيولا كلافكل اسكابيولا ثم هيمرس بروكسما السيجمنت الميدل سيجمنت أو الفور أرم قلنا جوه والريدياس بره سم بعد كده الهند قربل ميتا قربل فلانجيس قربل ميتا قربل فلانجيس ده الأبرلمب اللي هو الطرف العلوي أما بالنسبة للطرف السفلي فبرضو بنفس الطريقة يبدأ برضو بحزام جردل طبعا الطرف السفلي يعني يبدأ بحزام أو جردل نسميه بقى حزام الحوض هو فوق كان اسمه حزام الكتف إنما هنا يبقى اسمه بيلفك جردل بيلفك جردل يعني حزام الحوض وحزام الحوض ده عبارة عن عضمة واحدة بسة مش اتنين زي فوق وهي الهيب بون عضمة الحوض هيب بون ماشي كده يبقى حزام الحوض وده عبارة عن الهيب بون عضمة الحوض هيب بون جميل عضمة الهيب عضمة الحوض بعد الهيب بون تيجي البروكسي مالسيج منت تحت صح كده الوال فاخد منطقة الفاخد ده أو الصاي منطقة الصاي أو الفاخد والفاخد طبعا هي أطول عضمة في الجسم اللي احنا بنسميها الفي مر بنسميها ايه؟ في مر اطول عضمة في الجسم في مر دي عظمة الفخد في مر ثم بعد كده عظام الساق اللج يعني عظام الساق ودول عظمتين برضو واحدة جوة وواحدة بر اللي جوة مشهورة او القصبة تيبيا واللي بره عظمة رفيعة كده كان اسمها الشازية فيبيولا يبقى زي ما كنا فوق من جوة قلنة ومن بره ريدياس من تحت من جوة تيبيا ومن بره فيبيولا يعني التيبيا هي الميديال والفيبيولا لاترال تيبيا اسميديال عند فيبيولا اسلاترال ودي عظام الساق او اللج والفوت او القدم من تحت زي الهند بس الهند كانت ايه قربل متا قربل فلانجيس يبقى الفوت ترسل متا ترسل فلانجيس هنغير بس مقطع قربل بمقطع ترسل طب العدد واحد مفيش اي فرق يعني فوق كان فيه 14 فلانجيسة تحت فيه 14 فلانجيس لان كل صبع من صوابع الرجلين فيه 3 عقل معدل بيج تو او الصبع الكبير فيه عقل تنبس فيبقى برده 14 نفس فكرة الصمب طب الميتا ترسل 5 طب الترسل لا الترسل 7 فوق القربل كانوا 8 تحت الترسل 7 ويبقى ده الفوت يبقى الفوت بتاعتك ترسل متا ترسل فلانجيس الفلانجيس نفس العدد لانه 3 في كل صابع معدل بيج تو الصبع الكبير بيكونوا متنين بس فيبقى 14 الميتا ترسل 5 طب الترسل لا فرقة عن القربل القربل كانوا 8 انما الترسل 7 ماشي كده يبقى ده كده لإيه القبر لمب طرف العلوي واللور لمب الطرف السوفلي واتكلمنا قبله على الهيكل المحوري أو المركزي السؤال بيجي ببساطة يقول لك كل العظم القاتي عظم محوري معادة كل العظم القاتي عظم طرفي أو ابنديكيولر معادة وهنطبق مع بعض في فيديو المراجعة والحل بس انا بقول لك السؤال بيجي على الحتة دي ازاي يعني مثلا اقول لك دلات العظمة وانت قلش الرب الضلع الرب جزء من القفص الصدري والقفص الصدري كان أجزيال محوري الفقرة أجزيال محوري الماندبل أو الفك السوفلي أجزيال محوري التبية والقلنة والريدياس والفيمر والهيومرس والسكابيولة والهيبون والكلافيكل وأي عظم من عظام الهندة أو الفوت كله ابنديكيولر طرفي وصلت يبقى تعرف لمين هي العظام الأجزيال ومين هي العظام الابنديكيولر أو الطرفية علشان السؤال هنا بيختلف علشان تبقى عارف هتختار دي عظمة محورية ولا عظمة طرفية تبقى دي التقسيمة الأولى التقسيمة الأولى ببساطة هي أقردنجتو زي مسادتك شفت البوزيشن أو الموقع أو المكان قسمتيه للعظم بناءا على مكانه ماشي كده طيب التقسيمة التانية التقسيمة التانية تتكلم على الديفولوبمنت وللقلت لك كلمة الديفولوبمنت يعني ايه يعني هنقسم العظم بناءا على تكوينه أيام ما كان لسه الشخص ده جنيل عايزين نعرف العظم ده اتكون إزاي من البداية خالص فلتلك عملية تكوين العظم بنسميها بنسميها ايه اصفيكاش能 فقلتلك عملية التكوين العظم وأنا أريد تكوين العظم أو عملية تكوين العظم من البداية خالص هو العظم بيختلف Cre Hearing مال إيه قال لك عندك طريقتين ركز بقى معاي عندك طريقتين لتكوين العظم العظم بيختلفين الطريقة الاولانية اسمها Intracartiliginous ossification لا توجد طريقتين للأصف الطريقة الاولانية اسمها Intracartiliginous أو Endocondral Intra يعني فيه Cartiliginous يعني غضروفي كلمة cartiliginous يعني غضروفي و Endocondral بنفس المعنى يعني برضو فيه غضروف في الموضوع يعني ايه؟ يعني العظم الاول كان غضروف وبعد كده اكتسب صلابة بقى عظم فصرت يعني فيه طريقة من طرق تكوين العظم العظم كان فيها في الاول غضروف مش عظمة اصلا غضروف حيطة ارقوشة زي يودنا بني كده اسمها غضروف بعد كده الغضروف ده اكتسب خلايا معينة حولته لعظم وفيه طريقة تانية العظم تبقى عظمة على طول من الاول بيسموها Intramembranous ossification يبقى عندك يعمل حاجة كم طريقة للتعظم؟ طريقت ايه؟ الطريقة الاولانية Intracartiliginous و Intracartiliginous يعني العظم الاول كان غضروف وبعد كده تحول العظم اسمها ايه؟ Intracartiliginous ossification اللي ايه ده؟ Intracartiliginous يعني غضروف وكلمة ossification اللي كانت فوق يعني تعظم يعني تعظم عن طريق الغضروف او تعظم الغضروفي ثم بعد كده فيه طريقة تانية Direct يعني ايه؟ يعني العظم مش بتحول الاول لغضروف وبعد كده يبقى عظم على طول عظم مباشرة نسميها Intramembranous ossification نسميها ايه؟ Intramembranous ossification جميل طب اهواء في الطريقتين انت قلتلي فيه طريقة هنبقى غضروف وبعد كده غضروف يبقى عظم وفي الطريقة التانية عظم على طول ايه اللي هيبقى؟ يعني في الطريقة اللي هي Intracartiliginous مين اللي هيبقى غضروف وبعد كده يبقى عظم؟ او في الطريقة التانية Intramembranous مين اللي هيتحول لعظم مباشرة؟ النسيج الجنيني البدائي الاولي اللي احنا بنسميه Condensed Mesenchymal tissue شايفت الكلمة دي؟ Condensed Mesenchymal tissue ده نسيج بدائي نسيج جنيني مكون معظم جسم الجنين في البداية خالص ويبتدي هذا النسيج يتمحور للانسيجة المختلفة بتاعت جسمنا فكلمة Condensed Mesenchymal tissue يعني نسيج جنيني او نسيج اولي بدائش لسه ما تحولش الحاجة لسه ما شوفنا لهش function او نسيج معين ده الاساس بتاع كل حاجة اللي هيتمحور للانسيجة بتاعت الجسم المختلفة هو ده اللي في الطريقة دي هيبقى غضروف ثم هيبقى عظم وفي الطريقة اللي هناك هيبقى عظم مباشرة وصلت؟ يبقى ده طريقة الاوسيفيكيشن او طريقة التعزم طريقة الاوسيفيكيشن او التعزم ببساطة هي الننت عندك طريقتين؟ طريقة فيها النسيج الجنيني البدائي الاولي اللي اسمه Condensed Mesenchymal tissue Condensed يعني مركز Mesenchymal tissue يعني نسيج يعني النسيج الجنيني الاولي البدائي المركز اللي بقدر يدي اي حاجة هيدي في النوع ده Cartilage يقولك يدي Cartiliginous model كلمة Cartiliginous model يعني ادي غضروف ثم بعد كده زنتوبون الغضروف يتحول لعظم يترسب فيه خلايا تكسبه الصلابة فيتحول من غضروف زي ده كده لعظم زي ده كده ده الطريقة اللي احنا بنسميها الانترا Cartiliginous او الاسم التاني اندو كندرال ما هي كلمة كندرال يعني غضروفي برضه طب مين العظم اللي في جسمنا اللي بتكون بالطريقة دي؟ قل لك شفت كل الجمال، اي عظم لونج أوآي عظمة طويلة، أنا مسكتها لك من شوية بتتكون بالطريقة دي كل الجمال او العظم الطويل بتكون بهذه الطريق ما عدا مين؟ مع دا الكلافاكل سؤال مشهور سؤال اختياري مشهور جدا يقولح كل الجمال او العظم الطويل اطرافنا كلها بتكون بطريقة معادة مين؟ طبعا انا لسه اقل لك معادة مين؟ معادة الكلافكل معادة التركوة ما تتكونش بالطريقة دي ماشي كده؟ يبقى طريقة الانترا كارتليجنس وهي ان النسيج الجنين البدائي الاولي يتحول الى غضروف ومن ثم الغضروف يتحول الى عضم هذه الطريقة بتكون بها كل العضم الطويل في جسمنا كل اللونجبون معادة الكلافكل التركوة ما تتكونش بالطريقة دي تتكون بالطريقة التانية طب الطريقة التانية اللي هي ما بيضيعش وقت عضمة على طول يقولك في الطريقة دي خد بالك الكندنسد ميزينكايمال تشو النسيج الجنيني البدائي الاولي ماله استرانسفورمت دايريكتلي يعني بتحول بشكل مباشر لمين العضم على طول فيش بقى في النص وحبشتكنات لا على طول على طول تحولنا العضم طب ودا المثال عليه مين قالك عظام الوجه عظام الجنجمة من فوق اللي احنا بنتسميها الناسقال كاب ولي كات وقت من هناك الكلافكل يبقى الطريقة اللي فيها العضم بتكون بشكل مباشر دون المرور على مرحلة الغضروف مين قالك supervisor lock of both them ativelikPs ثم skull geb عظام الجمجمة من فوق العظام دي كده اسمها سكال كاب وعظام الفيس عظام الجمجمة اللي في الوش بقى سكال فيس او بون فيس او فيس بون او بونزوفزافيس عظام الوجه يتكونوا بالطريقة دي الطريقة دي اللي بتقولك على طول احنا هنخش على بون على عضم نسيج الجنين البداي الاولي المركز هيتحول لعضم بشكل مباشر انما الطريقة التانية كانت الطريقة اللي هنقف فيها في النص في محطة وهي محطة الغضروف وبعد كده الغضروف يتحول لعضم طبعا الطريقة الاولانية او اللي هي الانترا كارتليجنس زي ما اتفقنا كانت واخدة كل عضم الاطراف مع عدل كلافكل اللي كانت احد الجزئين بتوع الشولدر جردل او حزام الكتف اما الطريقة الاخرى وهي طريقة الانترا ميمبرينس يعني تحولنا العضم بصورة مباشرة الطريقة دي واخدة الكلافكل اللي هي وقعت من هنا هو واخدة عظام الوش او الجمجمة سواء عظام الجمجمة من فوق وعظام الوجه يليه الفيس بونز ويبقى انت كده السنتيل العضم بناء على الديفولوبمنت يعني بناء على تكوينه يعني بناء على التعظم او الاوسيفيكيش اسنت يا تقسيمتين تقسيمها بنتحول فيها الغضروف الاول ودي كل الاعظام الطويلة مع عدل التوركوه او الكلافكل وطريقة بنتحول فيها العضم بصورة مباشرة وديه فيها الكلافكل وعظام الجمجمة سواء الجمجمة من فوق او عظام الوجه ديه التقسيم التاني يبقى احنا كده قسمنا حتى الان العظم تقسيمتين التقسيمة الاولانية according to position على اساس المكان وده كان عبارة عن عظم محوري وعظم طرفي ثم التقسيم التانية اللي هي تقسيمة تكوين العظم كان عندنا طريقة بنتحول فيها الغضروف الاول ثم الى عظم وعندنا طريقة هنتحول فيها الى عظم بشكل مباشر اللي هي according to development وعظم منتا او تعظم الاوسفيكيش كان عندك اللي هو الانترا كارتليجنس او الاندو كوندرال ده معناه ان هنتحولنا الاول لكارتليج ثم الى عظم ومن اللي تحول حاجة اسمها الكندنسيد ميزينكايمال تشو النسيج الجنيني البداي الاولي المركز اما الطريقة التانية ففيها النسيج الجنيني ده بيتحول بصورة مباشرة الى عظم ما بيمرش في النص بغضروف ولا حاجة عظم على طوء وده كان واخد الكلافكل وعظام الراس سواء عظام الفيس الوجه او عظام الجنجمة من فوق اللي احنا بنسميها اللي سقل كاب وده كده التأسيمة التانية ندخل بعد كده دكاترة على التأسيمة التالتة للعظم او الكلاسفيكيشن التالت للعظم وهو according to shape او على اساس الشكل بتاع العظم على اساس الشيب او الشكل تأسيمة غاية في الاهمية متقلش بالزبطة اهمية برضو عن التأسيمة بتاعت البوزيشن والتأسيمة بتاعت الديفولوبمنت او الاوسي فيكيشن according to shape احنا عندنا العظم اربع او ستة اشكال يعني في ستة اشكال للعظم اربع منهم بناء على الشكل فعلا وفي منهم اتنين اسبيشيال شوية طب ما تجي ما نشوف الانواع دي ايه قالك اول نوع معك وهي العظمة ممكن تبقى يا شورت يا لونج يبقى اول نوع ان العظمة تبقى لونج لونج يعني طويلة صح كده يبقى اول في حاجة معك ان العظمة تبقى لونج حلو جميل اوش يبقى كوردنج للشكل العظمة ممكن تبقى لونج جميل يعني هوريك العظمة وانت تقول لونج لونج جميل كل ده لونج دي برضو لونج صح الفيمر لونج طيب بص كده بص 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 على الجاية دي بص على الجاية دي واحدة من السلاميات الجميلة ده ها سمعك شورت غلط غلط ايه دكتور ما شورت ده صغيرة خالص بص عاملة ازاي طولها هقدي كده ها لا ما احنا في كلمة لونج وشورت مش بناخد بالطول ده مش اساسك مش بناخد بالطول المال بناخد بايه قالك بص احنا حطنا قاعدة القاعدة بتقول ان اي عظمة مكونة من نهايتين وانبوبة في النص نسميها عظمة لونج يعني اي عظمة هتاخد الشكل ده كده ليها انهاية من تحت وانهاية من فوق وانبوبة في النص نسميها لونج بغض النظر عم طولها .أين بص على دي كده بصيلي على دي هتلاقي فعلاً ليه انهاية ايه والليها انهاية ايه وليها امبوبة صغيرة في النص بالرغم من ان تقولها كله وعلى بعض ما يجيش اربعة وخمسة سنتري ليه لان تحقق فيها الشرط é bind to end and shaft toug ind and shaft 2nd and shaft هي ايه oud and hold wad nhaia oud und وانبوبة في النص lift Etوفر الشرطين دا 2nd and shaft يبقى العظمة دي اسمها long long bone عظمة طويلة ماشي كده فاذا هتقولي ده انا كده عظام جسمي تقريبا كلها طويلة الكلافكل طويلة والهيومرس طويلة والردياس والقلنة والميتا كاربل والفالانجيس وتحت الفيمر والتيبيا والفيبيولا والميتا تارسل والفالانجيس كل ده long ماشي كده يبقى عظمة تحقق فيها شرط ان ليها two end end shaft لها نهيتين وامبوبة في النص تبقى long bone عظمة طويلة احطها على جنب طيب غير long ممكن تبقى العظمة ايه؟ ببساطة short يعني بدل ما تبقى long تبقى short يبقى short يبقى عندك long وعندك short ببساطة العظم short يقولك العظم اللي مالوش المثلة دي يعني مالوش two end و shaft يعني العظمة اللي ايه؟ اللي طولها قد عرضها تجي تبص عليها تلاقي قد كده او شكلها كده كده مثل دي كده لليها two end ولا ليها shaft دي نسميها short bone واشهر مثالين على الشورط في جسمنا اللي بالشكل ده اللي طولها قد عرضها او مالهاش نهيتين وامبوبة في النص هم القربل والترسل تحفظهم زي اسمك لانهم مفيش مثالين غيرهم اصلا يعني هم اشهر مثالين القربل والترسل القربل اللي هم كانوا تمانية او شايفين العظمة شكلها عامل ازاي؟ او العظم التمانية دول اي واحدة فيهم تعتبر ايه؟ تعتبر شورط طبعا او شورط شورط صغيرة طولها قد عرضها او مالهاشته endo shaft وزيها العظم اللي تحت اللي كانوا سبعة في الفوت اللي كان اسمه الترسل يبقى اشهر مثال على الشورط القربل والترسل جميل جميل ثم بعد كده ممكن العظمة ولا تبقى long ولا تبقى short تبقى مبططة والشهة في ضهرة فلات فلات بون على حسب الشكل ممكن تبقى العظمة فلات يعني مبططة والشهة في ضهرة طب اشهر مثال شفت العظمة دي؟ عظمة لوحة الكتف فلات يبقى الاسكابيولة تعتبر فلات بون طب غير الاسكابيولة الضلع يا باشا الرب مش كان عندنا اتنشر زوج من الضلوع الدلوع دي كلها مبططة زي ما انت شايف ايه فلات يجيلك يقولك ليه ماتو اند وشفت يعني long لا انا قلتلك الشفت دي يعني انبوبة في النص انت شايف فيه انبوبة انا شايف فيه حاجة مبططة فلات برضو عظمة الاسترنم عظمة القص برضو تعتبر عظمة فلات بص على الاسترنم تعتبر عظمة فلات يبقى ايزا الاشهر ثلاث امثلة على الفلات الاسكابيولة عظمة لوحة الكتف الرب او الضلع وعظمة الايه الاسترنم تعتبر برضو فلات جميل يبقى دي المثال الثالث ان تبقى العظمة مبططة فلات قالك بص ممكن العظمة ولا تبقى طويلة ولا تبقى قصيرة ولا تبقى مبططة المال يبقى ايه مش عارفين لها شكل شكلها غير منتظم مش عارفين حدد ده ايه لا طويلة ولا قصيرة ولا فلات ولا اي حاجة يعني شكلها غير منتظم واشهر مثال على الحاجة الغير منتظمة الفكرة تبص على الفكرة شاهد فكرة عمنا ازاي طويلة قصيرة طيب يبقى شكلها ايه غير منتظم الفرتبرة يعني اشهر مثال على الاريجولر الفكرة الفكرة بيكون شكلها فعلا غير منتظم فرتبرة جميل جميل المثال اللي بعد كده ومفيه مثال تاني يقول لك يقصد باللسقال بيس قاع الجنجمة جمجمة لو انت قلبتها من تحت كده وجدت بص عليها من تحت بتشوف حاجة اسمها قاع الجمجمة قاع الجمجمة ده بتلاقي كله نتوقات وكله عظم شكله غير منتظم يبقى اشهر مثالين على الاريجولر الفرتبرة واللسقال بيس قاع الجمجمة وهو نقرأ الكلام ده مع بعض دلوقت ودولاربع انواع فعلا على حسب الشكل يا لونج يا شورط يا فلات يا غير منتظم يا طويلة يا سيارة يا مبططة يا الاريجولر او غير منتظمة وشوفنا الامثلة وشوفنا قاعدة بتاعة اللونج والشورط ان احنا مش مقياسنا الطول مقياسنا وجود نهايتين وأنبوبة في النص عندك بعد كده نوعين سبيشيال نوع رقم خامسة اسمه نيوماتيك والنيوماتيك البي السايلانت بنبدأ على طول النطق من اول الان نيوماتيك وهذا العظم النيوماتيك ببساطة هو عبارة عن عظام بتحتوي على تجويف تجويف يعني فراغات والتجويف دي جواها هو يعني عظام تحتوي على تجويف والتجويف دي جواها هو يعني زي ايه عندنا عظم في جسمنا جواها هو قالك اه شفت عظام الوش ده دي 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 كده دي اسمها المكسلة انا عايزك تكتوبها عشان مش موجودة في الامثلة اسمها ايه اسمها مكزلة عظم المكزلة ده احد عظام الجمجمة بتاعت الوش احد اللي ايه الفيسبون او عظام الوجه الحتة دي كده المكزلة ده ايه جواها فعلا فراغات فيها هو عارف الفراغات اللي فيها هو اللي موجودة في المكزلة في المكان ده مين الجيوب الانفية اللي مبهدلانة ومش احتطانة طب ويا فايدة الجيوب الانفية ايه يعني ايه الفايدة من العظم اللي هنا ده يبقى فيه فراغات وجواه هو ايه الفايدة يعني قال لك عشان تثبط لك نغمة صوتك انا بقول لك ما بينه وبينك هي مش مكتوبة يعني بس بعرفك عشان تثبط لك نغمة الصوت بدليل ان انت لما بيكون عندك دور برد وفيه التهاب في الجيوب الانفية صوتك بيبقى مكتوم محتقن تاني حاجة دي فراغات فيها هوا فتقلل شوية من وزن الجنجمة فسادتك تعرف تعدل راسك كده ويبقى فيه توازن فيبقى اذا نيوماتيك بون ده بون بيحتوي على كافيتز كافيتز يعني تجاويف او فراغات والتجاويف والفراغات دي جواها هوا جواها اير واكتوب للمثال مكسلة اللي هي عظام الوجه بتاعة الجنجمة اللي جواها الجيوب الانفية واكتوب لجنبها كده دي العظام بتاعة الجنجمة بتاعة الخدود اللي فيها الجيوب الانفية ثم النوع الاخير من حيث الشكل اسمه سيسا مويد اسمه ايه؟ سيسا سيسا مويد ما قالوا بقى السيسا مويد ده السيسامويد بون دا نظامه ايه الاخير يعني النيوماتك انت قلتلي دا سبيشيال طيب نوع معين نوع مختلف من حيث ان هو عبارة عن فراغات فيها هوا في قلب العظمة زي عظام الجنجمة اللي فيها فراغات فيها هوا عشان تثبت الصوت وتثبت حاجات كتير قوي طيب سيادتك السيسامويد دا نوع سبيشيال ليه قالك اسمع معاي لما ببقى عندك في عظمتين متمفصلين مع بعض ماشي كده سننا عشان العظمة دي طلعت ايه مشوهة شوي لو عندك في عظمتين متمفصلين مع بعض جميل كده ادي عظمة و ادي العظمة التانية جميل جميل العظمتين المتمفصلين مع بعض دول وجدنا بأن هناك عضلة خرجت من العظمة دي راحت تمسك في العظمة دي ما احنا اتفقنا ان العظم بيمسك في العضلات من فوق دي قلناها في الفونكشن صحي كده جميل يعني خرجت عضلة من العظمة دي مسكت في العظمة دي والعظمة تحتها بتتحرك بهذا الشكل مش ممكن مع مرور الزمن والوقت اثناء الحركة المفصلية للعظم ده يبتدي يحصل انجري او اصابة في العضلة اللي لازقها للعظمة من فوق لان ما فيش حاجة تحمي العضلة في الحتة دي بالذات اللي هي تعتبر فوق المفصل صح؟ مع مرور الزمن والتمفصل ما بين العظمتين ممكن العضلة دي يحصل فيها تمزقات ولكن من رحمة ربنا ييجي في الفراخ ده او في المكان ده او يترسب عظم جديد اسمه العظم السمسمي او السيسامويد بون بحيث ان هو يحمي العضلة من التمفصل بتاع العظمتين ويبقى هو ده السيسامويد بون العظمتين اللي هو رقم 6 اشهر مثال على هذا النوع من العظم السيسامويد اللي بيحمي اوطار العضلات او العضلات من العظم اللي تحته البتلة صابونة رجبتك شفت الرجبة مش فيها عظمة مربعشة بها الصابونة كده اسمها ايه؟ اسمها بتلة صح؟ البتلة او صابونة الرجبة ببساطة هي عظمة من هذا النوع بتحمي العضلة الامامية عضلة الفاخد الامامية من نفصل الرجبة لان عضلة الفاخد الامامية واخدها الفاخد كله ونزلة تمسك تحت فين؟ في القصبة فلحركة بتات نفصل الرجبة تحتها ممكن يحصل الازمة اللي انا اتكلمت فيها ده فلأ هو يحميه البتلة او صابونة الرجبة تحميه فده مثال على السيسامويد بون اشهر مثال بيجي في الامسي كيو مثال على السيسامويد بون بتلة صابونة الرجبة مفيش غيرها يعني قالك لأ فيه مثال تاني بيزي فورم بيزي فورم ودي عضمة برضو صغيرة سيسامويد بتحمي وطر عضلة من عضلات الساعد العضلة بتات الساعد دي اسمها فليكسور قربي النارس مش عزك تعرف الاسم المهم ان هي بتحمي الوطر بتاعها من نفصل الرست عندك برضو مثال تالت الفابلة لان التلاتة مسكورين عضمة اسمها الفابلة دي عضمة سيسامويد بتحمي العضلات الخلفية او عضلة السمانة من نفصل الرجبة بنفس الطريقة يبقى العضم ده اسمه عضم ايه؟ عضم سمسيمي او عضم سيسامويد يبقى سيادتك لما تيجي تشوف العظم السمسمي او العظم السيسامويت هو عظم متكون بطريقة معينة عشان يحمي ألطار العضلات من العظم المتمفصل مثال عليه اشهر مثال البتلة بس نعرف المثالين التانين عشان بيجوا احيانا البزيفورم والفابلا البزيفورم بتحمي عضلة من عضلات الساعد من مفصل الرست او الرزغ والفابلا بتحمي عضلة السمانة اللي موجودة على الرجل من الظهر من مفصل الركبة وطبعا البتلة بتحمي عضلة الفاخد الامامية من مفصل الرجبة طبعا هو عندك كتبلك الامثلة مش ذكر كل الكلام ده بس انا بفهمك يعني ايه سيسامويت والامثلة بتاعت السيسامويت او العظم ده موجود فيه ده تقسيمة العظم بناء على شكل العظم ده كثير ستة انواع يا طويل يا قصير يا فلات يا شكله غير منتظم يا نوعين سبيشيال عظم جوا فراغات هوا زي الجيوب الانفية اللي موجودة في المجزلة وعظم متكون جوا الاوطار بتاعت العضلات عشان يحمي العضلات دي من حركة المفاصل زي البتلة اللي هو العظم السيسامويت تعالوا نشوف يقولك العظم بتاعنا طبعا according to shape بناء على الشكل عندك long bone عظم طويل وده اللي مكون البروكسيمال والانترميديات سيجمينت اوف ليمس يعني هو اللي مكون الجزء الاولاني من اي طرف ومكون الجزء الميدل من اي طرف واخد بالك بياخد برضو بعض عظام الهند زي ما اتفقنا نتيجة ان فيه القعبة بتاعت التو اند والشافت متوفرة تاني حاجة عظم شرط عظم قصير وده اللي قلت لك طوله قد عرضه مفيش فيه فكرة النهايتين والانبوبة مفيش فيه فكرة التو اند عند الشافت وده زي القربل والطرسة اللي قلت لك مهم جدا علشان مفيش غرب ثم العظم ممكن يبقى فلات مبطط زي اللي سكابيولاب زي اللي سكالكاب الجنجمة من فوق زي اللي سترنم زي الريبس الدلوع وشفنا الامثلة دي ممكن العظم يبقى ارريجولر او غير منتظم زي الفرتبري الفقرات او زي بيز اوف زا سكال اللي اكتب لي عليها عظام قاع الجنجمة الجنجمة من تحت لو مسكت الجنجمة وقلبتها كده هتلاقي نتوقات وعظم كتير شكله غير منتظم ثم نوعين اسبيشيال نوع اسمه النيوماتيك وهو اعتمسى ان البي سايلاند ما اسموش بنيوماتيك اسمه النيوماتيك والنيوماتيك ده عبارة عن عظم اسمع كده كونتين يعني بيحتوي ايرفيلد سبيسز يعني فراغات فيها هوا ايرفيلد سبيسز يعني فراغات او تجاويف تحتوي على هوا زي الراجل بيقول لك اهو صم اسقالبون اكتب لي زي المكزلة ده انا كتبتغلك من شوية المكزلة المكزلة ده العظام بتاعت الجمجمة اللي هنا اللي جواها الجيوب الانفية واكتب لي جنبها كده جواها الجيوب الانفية عشان تفكر نفسك ان النوع ده عبارة عن عظم جواه هوا ثم النوع الاخير يقول لك السي سامويد او العظم السمسمي هو عبارة عن سمولبون عظم صغير بتكون جوا التندن او جوا الاوطار بتاعت سيرتن مصلز يعني جوا عضلات معينة تبلي بقى جنبه عشان يحمي اوطار العضلات دي من المفاصل اللي موجودة تحتها وعندك تلات امثلة زي الباتلة وعملها لك بلون مختلف عشان بتيجي في الامسكيو كتير صبونة الرجبة اللي بتحمي وطر العضلة الفاخدة الامامية من مفصل الرجبة الفابلة موجودة في ظهر الرجبة تحمي وطر السمانة من الرجبة البيزي فورم موجودة عند الساعد هتحمي عضلة من عضلات الساعد مش لازم تعرف اسمها خالص من الايه من مفصل الرست ومش محتاج تعرف كل واحدة من دول بتحمي ايه انا اللي بقولك عشان تكون عارف دي مين وبتحمي ايه ماشي يبدا كده تقسيمة العضم بناء على شكله رابع حاجة والحمد لله في التأسيمة او في الكلاسيفيكيشن او في التصنيف بتاع العضم انك تصنف للعضم بناء على تركيبه بناء على الستركشر according to structure بناء على تركيب العضم فقال لك بص بناء على تركيب العضم احنا عندنا نوعين الحمد لله النوع الاولاني اسمه الكمباكت بون اسمه اه؟ كمباكت بون وكلمة كمباكت يعني مضغوط هذا العضم عضم شديد الصلابة اكتب له فوقه كده زلطة اللي كمباكت بون ده كأنه عامل زي الزلط عضم مسمط عضم مضغوط عضم شديد الصلابة ليه اسماء تانية من كتر ما هو صلب يسموه dense بون dense يعني كسيف جدا كلمة dense يعني كسيف جدا او يسموه ivory like والايفوري هو العاج والعاج ده حاجة بتتميز بشدة الصلابة فالعضم ده شديد الصلابة زي العاج فيسموه ivory like يعني يشبه العاج العضم العاجي وهذا العضم هو اللي موجود في معظم الكورتيكس بتاعة اللونج بون يعني العضم الطويل بتاعنا اللونج الكورتيكس او القشرة الخارجية بتاعة الانبوبة بتاعته بتبقى من النوع ده عشان يتبقى العضمة شديدة وقوية يقولك موجود في الكورتيكس وفي لونج بون القشرة الخارجية للعضم الطويل وخصوصا منطقة الشفت منطقة الانبوبة عضم شديد الصلابة عضم قوي عضم مسمط عضم مضغوط زلطة ده الكمباكت يبقى الكمباكت بون هو عبارة عن عظم مضغوط عظم شديد الصلابة عظم دنس كسيف جدا لدرجة انه هو بيشبه او بيشبهه بالعاج ايفوري لايك وهذا العظم موجود فين في القشرة الخارجية للعظام الطويلة بخصوصا من منطقة الشافتة او الانبوبة عشان يكسبها الصلابة طب فيه نوع تاني من غير كده قالك اه فيه نوع تاني بيسمول عظم الاسفنجي يسمول عظم الاسفنجي اسفنجي يعني اسفنجي او العظم المخرم فكلمة كانسلس يعني عظم مخرم شفت شكل الاسفنجة بالظبط لما تجي تبص في الاسفنجة او الليفة تحس ان الليفة من جوة او الاسفنجة فيها فراغات مش ايه مش نسيج متصل لا تحس ان فيه اخرام فيه فراغات العظم ده زيه بالظبط يقولك هذا العظم نسميه كانسلس يعني العظم المخرم او العظم الذي يحتوي على فراغات او نسميه سبونجي يعني العظم الاسفنجي شبه الاسفنجة بالزبط اكملك لو جدت بص عليه من جوه هتلاقي شكله عامل كده بص شكله بيبقى شكله عبارة عن كده تلاقي العظم كده وتبص من جوه تلاقي عبارة عن العظم عامل نتورك يعني شبك الشبكة ده هي بيتخلالها الفراغات ده شايفين الفراغات اللي انا هلونها بالاصفر دلوقتي دي الفراغات دي كده دي الفراغات اللي احنا بنقول عليها مخليها اسفنجي او مخليها مخرم او الفراغات دي بيسموها كلمة ترابيكيولي شفت كلمة ترابيكيولي دي هي الفراغات يعني كلمة ترابيكيولي ده ايه هي الفراغات الفراغات او الترابيكيولي دي مفصولة بفراغات تانية الفراغات التانية دي اللي فيها البون مارو او نخاع العظم مش احنا قلنا ان العظم من جواه في بون مارو صح اه فالبون مارو بيكون موجود ما بين الفراغات بتاعت العظم الأسفنجي ده أو العظم المخرم أو العظم اللي جواه فراغات وصلت ده طبعا مختلف خالص عن النوع التاني النوع التاني بقول لك زلطة مصمت كسيف شديد الصلابة شبه العاج ده عظم شبه الأسفنجة شبه الليفة مخرم طب والتخرمات أو الفراغات اللي جواه فيها نخاع عظم طب انت قلتلي النوع اللي فات اللي هو النوع الدنس النوع الكسيف القوي كان موجود فين في الكورتيكس أو القشلة الخارجية طيب العظم الطويل طيب النوع ده الكانسلس أو المخرم موجود فين؟ موجود في نهايات العظم الطويل وكمان شوية في الاستراكشر أو في تركيب العظمة هقولك أن نهايات العظمة سواء العلوية أو السفلية العظمة الطويلة اللي لها نهايتين اللي هتو أند ما بنسميهاش أند بنسميها كلمة إبيفاسيز سميها إيه؟ إبيفاسيز إبيفاسيز فإذا الإبيفاسيز أو نهايات العظم الطويل ده عبارة عن عظم مخرم أو عظم أسفنجي تقول لي بس إيه ده يا دكتور؟ تقول لك في إيه؟ تقول لي أنت قلت لي أن الإشرة بتاعة الشافت دنس كسيفة عظم كومباكت وقلت لي الإبيفاسيز عظم كانسلس هو ممكن أن نوعين العظم يخشه في تركيب نفس العظمة؟ آه وصلت؟ يعني العظمة اللي في إيدي دي الحتة دي كده كومباكت بون الإشرة بتاعة الخارجية كومباكت بون آه والحتة ده والحتة ده كامسلس بون سبون جيبوه بس يبقى كلمة الإبيفاسيز أقصد بيها نهايات العظمة الطويل نهايات العظمة الطويلة بيسموها الإبيفاسيز وهنقولها دلوقتي في الإستراكشن يبقى يا كاترة بكل بساطة العظم التأسيمة الأخيرة بتاعته بناء على التركيب عندك يا إما عظم مركب من عظم مصمط عظم ملزق في بعضه عظم مضغوط شديد الصلابة نسميه كومباكت بون وطبعا ده بيشبهوه بالعاج أو آيفوري لايك وده موجود في القشرة الخارجية أو الكورتكس بتاعت العظم الطويل يا إما العظم يبقى مخرم كانسلس أو نسميه عظم أسفنجي أجمن الأسفنجة أو الليفة بتبقى مخرمه اسبونجي وده بيتكون من نتورك شبكة الشبكة دي عاملة حاجة اسمها ترابيكيولي ما بينها فراغات تحتوي على نخاء العظمة أو البون مارا والعظم اللي من النوع ده بيكون موجود فين موجود في الإبيفاسيز أو في نهايات العظم الطويل في النهايتين بتوقع العظم الطويل شوف شكل بيكونوا عامل إزاي شايفينه شبه الأسفنجة فعلا أو الليفة مخرم كده مش كومباكت مش مضغوط مش زلط زي النوع الأولين ماشي كده أولاد يبقى ده بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للتأسيمة الأخيرة أو آخر حاجة في الكلاسيفيكيشن بناء على التركيب يبقى أنا أسمتلك العظم في الكلاسيفيكيشن بناء على أول حاجة البوزيشن أو الموقع وكان عندك هيكل محوري وهيكل طرفي تاني حاجة بناء على الكلاسيفيكيشن التعظم أو الديفولوب منت وكان عندك عظم بتحول إلى عظم على طول من النسيج الأولي أو النسيج الجنيني وعظم بتكون الأول في صورة غضروف ثم بعد كده هتحول لعظم وعندك رقم ثلاثة أسمته لك على أساس الشكل الشيب وعندك رقم أربعة أسمته لك بناء على التركيب لعظم مسمط شديد الصلابة وعظم إسفينج مخرم دي كانت الكلاسيفيكيشن ودي كانت النقطة التالتة في النقطة اللي أنا جاي أتكلم عليها في المحاضرة بعد الديفينيشن والفونكشن يبقى لك النقطة الرابعة وهي الاستراكشن هكلمك دلوقتي على الاستراكشن أو على التركيب بتاع اللونج بون بتاع العظمة الطويلة العظمة الطويلة بتتكون من إيي أو بتتكون إزاي وإيه الانداد الدموي أو الشرايين اللي بتغزي أي عظمة طويلة نخش كده دا كاترة على الاستراكشن تركيب العظمة الطويلة العظمة الطويلة تتركب من إيه أو بتتركب إزاي هو أنا أول قاعدة قلتها لسعادتك في أي عظمة طويلة حضرتك كنت قلت لك الشرط إن احنا عشان نقول عليها لونج بون وهو أن يكون فيها TOO AND END شافت صح كده يعني نهايتين وشافت يعني انبوبة في النص فازن اول حاجة تعرفها في تركيب هي انها تتكون من يعني من نهايتين وانبوبة في النص ماشي كده بس احنا عندنا النهايات والانبوبة لها اسماء تاني فازن النهايتين بتوع العظمة اللي هما الاند اللي فوق والاند اللي تحت سواق دي او دي بنطلق عليهم كلمة ابفاسيز بنطلق قلون كلمة ايه ابفاسيز يبقى انت عندك ابفاسيز فوق وعندك واحدة زي اي ابفاسيز تحت يبقى العظمة بنطلق عليها في النهايتين بتوعها كلمة ابفاسيز يعني الاند بتاعت البونز بنسميها ابفاسيز وما تنساش ان انا من شوية قلت لك الابفاسيز دي للعظم اللي جواه بيكون من النوع الاسفينجي او المخرم اللي كان جواه فرغات جواها بون مرو او نخعاب صح كده كانت فعلا نوحة كان سلس او سبون جيبون وذكرت لك من شوية اما بالنسبة للعصايا اللي في النص فالعصايا اللي في النص او الانبوبة الوسطية دي ما اسمهاش ابفاسيز اسمها ضيافاسيز يبقى عندك النهايتين هما الابفاسيز اما الانبوبة اللي في النص فاسمها ضيافاسيز يبقى الانبوبة دي كده اسمها ضيافاسيز وبالمناسبة الانبوبة دي تحتوي من جواه لو انا فراغ هذا الفراغ اللي كان بيحتوي على البون مارو أو نخاع العضل هذا الفراغ الداخلي يعني الفراغ الداخلي بتاع العضم اللي جوه ده كده بيسموه ويكتبه لك تحتها بين قصينة اهي ميدالا ري كافيتي الميدالا ري كافيتي هو التجويف الداخلي بتاع الشافت بتاع الديافيسيز واللي بيحتوي على بون مارو نخاع عضل بيحتوي على ايه؟ نخاع العضل يعني نخاع العضل بيكون موجود جوه المنطقة أو جوه الايه؟ وأقول لك على سر مش إن اقلت فى نخاع عضم موجود فى الابفисьوس لأنه كتبون جيبون فى فى بيوم مرو البون مرو فى الابف Pyفسوس بيكون رد بون مرو يعنى اكتف أما البون مرو寒 disconnectِ الابيقتز يكون يلو بون مرو هتخدته فى الستول إلاqué يعنى بدأ يعنى عين البلف يص suitcase ضفتmans الرد يسؤ الفى عن تصناع خلايا الدم لأن اليوب تكون نوحى البون جيبون اما اليلو بون مارو او الاصفر المسؤول عن تخزين الدهون ده اللي موجود جوه الضيافوسز او جوه الشفت يبقى عشان منتغش تركيب اللونج بون ابيفسز وابيفسز وضيافسز فى النص ابيفسز وابيفسز وضيافوسز فى النص والضيافوسز فى النص يعبارة عن التيوب او الانبوبة الي كان بالمناسبة تركيبها كومباكت بون كاتناشفة وصلبة وكان جواها كافيتي او تجويف اسمه ميدالره كافيتي يحتوي على البون مار جميل قلك عند النهايات بتاعة العظمة اسمع عند نهاية العظمة يعني قبل الابيفيسس بحاجات بسيطة بتلاقي حتة غضروف هنا كده حتة الغضروف دي اسمها ايبيفيزيال بليت او ايبيفيزيال قرطلج اسمو ايه ايبيفيزيال بليت او ايبيفيزيال قرطلج دي حتة غضروف زجاجي hioline قرطلج حتة الغضروف الزجاجي دي هي اللي بتضيف خلايا عظمية جديدة علشان العظمة تطول في الطول يعني انت مفكر ان العظمة دي لما بتيجي تطول بتطول كلها مع بعضها لا بتطول عن طريق غضروف بيكون موجود في الحتة ده اسمه ايبيفيزيال بليت او ايبيفيزيال قارتليج هو اللي بيضيف خلايا عظمية جديدة من تحته فتبتدي العظمة تطول من طول من الحتة دي فلو طولت من الحتة ده ايه كلها تطول يعني لو طولت الحتة دي شوية يبقى اكشوى ليه العظمة كلها توتل طولت صح كده يبقى ده ايه الحتة بتاعت الايبيفيزيال بليت او الايبيفيزيال قارتليج هو اللي مسؤول عن الجروس ان لينس هو اللي مسؤول عن نمو العظمة في الطول وده اللي بيجيله وقتها ده كترة ويقفل يحصل فيه تعظم معادش يبقى غضروف يتقفل ويحصل فيه تعظم وده السن اللي الشخص بيوصل فيه المرحلة ما عادش بتول خلاص اللي احنا بنتكلم من 18 ل 21 سنة بييجي هذا القرط اللي اتجاء والغضروف عند السن ده ويحصل فيه اوسفيكيشن او تعظم لان الشخص ده مش هيتول اكتر من كده خلاص ده كده اخر صحي كده؟ ماشي يبقى تاني العظم كانت عبارة عن اتنين ابيفيسيس وديافيسيس في النص وكان الديافيسيس دي جواها كان بيحتوي على بون مارو او نخاع عضم والحتة اللي كانت عند الاندي دي كان اسمها الغضروف ابيفيزيال كارتلج او ابيفيزيال بليت هو اللي مسئول عن نمو العضمة في الطول هو اللي مسئول عن نمو العضمة في الطول واللي بييجي عندي سن معين ويحصل له اوسفيكيشن او تعظم بحيس ان الشخص ده معادش هيتولا اكتر من كده جميل او لما بييجي اسمع لما بييجي الابيفيزيال بليت او كارتلج يضيف خلايا جديدة عشان العضمة تطول فالعضم الجديد اللي متكون تحت منه ده بيكون في المكان ده عند نهاية الايه عند نهاية الضيافاسيز هنا كده وبنسميه ميتافيسيز سميه ايه ميتافيسيز يبقى الابيفيسيز النهاي الضيافاسيز الشفت الميتافيسيز النيولي فور مكبون العضم الجديد اللي بيتكون اللي بيكونه مين الابيفيزيال كارتلج او الابيفيزيال بليت وصلت يبقى تاني انت دلوقتي كان عندك الابيفيسيز ودي النهايات ودي كانت كانسيلة سبون او سبون جيبون وعندك الانبوبة اللي في النص اللي هي الشفت ودي اسمها ديافيسيز ودي جواها كافيتي او سباس اسمه الميدالري كافيتي وهذا الميدالري كافيتي هو اللي بيكون جواه البون مارو او نخاء العظم ثم عند نهاية العظمة اللي باللون الاصفر بيكون في حاجة اسمها ابيفيزيال بليت او ابيفيزيال قارتلج غضروف هو اللي مسؤول عن نمو العظمة في الطول واللي المفروض يجي عندي سن معين ويحصل له تعظم عشان الشخص ده معتش هيطول اكتر من كده والعظم الجديد اللي هذا الابفيزيال بليت او كارتلج هيضيفه عشان العظمة تطول اسمه ميتافيسز هو اللي بنقول الازرق ده والعظمة كلها عموما هتبقى محوطة من الخارج كلها من بره كده هتبقى متحوطة بممبرين او بغشاء ليفي حوالين العظمة من بره هيبقى مسؤول عن تغذية العظمة ومسؤول عن نمو العظمة في العرض غشاء ليفي هذا الغشاء الليفي اسمه برياستيام اسمه ايه؟ برياستيام هذا البرياستيام هو الغشاء الليفي اللي بيحوط العظمة من بره واللي مسؤول عن تغذية العظمة ونمو العظمة في الويتس في العرض يبقى الابفيزيال كارتلج او بليت دهو كان مسؤول عن نمو العظمة في اللينس في الطول انما البرياستيام اللي حاولين العظمة الغشاء الليفي ده مسؤول عن نمو العظمة في الويتس في العرض وهمة اوي يبقى اللي مسؤول عن نمو العظمة في الطول الابفيزيال كارتلج او الابفيزيال بليت وبعد كاترة فيه حتة هنا مهمة جدا لازم تعرف الفرق ما بين نمو العظمة في الطول ونمو العظمة في العرض نمو العظمة في الطول اللي كان مسؤول عنه الابفيزيال بليت او الابفيزيال كارتلج حطة الغضروفة اللي كانت بينمو العظم اللي عندها في الطول وبتيجي عندي سن معين يعسى الله تعظم وتقفل أما نمو العظم في العرض فيكونة عن طريق الغشاء الليفي اللي محوط العظم من برّة اللي اسمه البريكوستيام ده غشاء ليفي محوط العظم من برّة مسؤول عن تغزيتها ومسؤول عن نموها في العرض اسمه ايه ثاني؟ بريكوستيام ده تركيب اللونجبون يبقى تركيب اللونجبون تاني عبارة عن نهايتين وشافت ده مبدأ ايه؟ كل نهاية من النهايتين اسمها ابيفيسيز ومتنسليش ان الابيفيسيز كان فيها سبون جيبون او كانسيلة سبون ثم انبوبة في النص اسمها ديافيسيز والانبوبة دي عبارة عن كومباكت بون وفي قلبها من جوه فراغ اسمه ميضالة ري كافتي يحتوي على البون مارو او نخاء العضم ثم بعد كده عندك عند نهاية العضمة حتة اسمها ابيفيزيال بليت او ابيفيزيال كارتليج هو اللي مسؤول عن نمو العضمة في الطول غضروف وبيجي عند سن معين يحصل له تعظم ويقفل والعضم بعددش تطول ثم العضم الجديد اللي هيضيفه هذا الابيفيزيال بليت او كارتليج اللي بلون اللابني ده اللي احنا سميناه ميتافيسيز والميتافيسيز هو النيولي فورمت بون نيولي فورمت بون يعني العضم اللي متكون جديد عن طريق الحتة بتاعت الابيفيزيال بليت ثم العضمة كلها متحوطة من الخارج بغشاء ليه في اسمه بيري اوستيام هذا الابيري اوستيام مسؤول عن تخزيط العضمة ونمو العضمة يعني في العرض يبقى اللي مسؤول عن النمو في اللنس في الطول الابيفيزيال كارتليج او الابيفيزيال بليت ده اسمه التاني بليت او كارتليج اللي اتنين صح واللي مسؤول عن نمو العضمة في العرض او الويتس هو الابيري اوستيام الغشاء اللي في المحوط العضمة من برا جميل نوصل لحد اخر حاجة وهي البلد سابلاي كلمة blood supply اقصد بيها blood supply يعني التغذية او الامداد الدموي الدم اللي داخل يغزي العظمة دي هيجي منين ده معنى كلمة blood supply يعني التغذية الدموية او الامداد الدموي لأي long bone بيبقى جاي منين قالك بيبقى جاي من اربع شرايين او اربع مصادر الامداد الدموي او ال blood supply بتاع العظمة الطويلة بيشتق من اربع شرايين مهمين جدا اربع شرايين نعمل نقولهم مع بعض قالك بيكون في شرايين الشرايين دي بتبقى نحية ال apiphyses فعشان كده بيسموها ال epiphysial arthres هنا كده اسمها ايه epiphysial arthres تغذي الحتة دي كده ثم بعد كده شرايين هتبقى عند المتافيسيز اللي هو العظم الجديد اللي متكون فيسموها المتافيزيال arthres هنا كده metaphysial arthres ثم بعد كده شرايين من البرياستيام لانه قلت لك هو غشاء ليه في محوط العظمة مسؤول عن تغذيتها ونموها في العرض برياستيال ارترز بعرض بقى بطول البرياستيام يعني البرياستيام يغزي بطوله بقى طول ما هو ماشي كده عمال يدي برياستيال ارترز برياستيال ارترز برياستيال ارترز وهكذا برياستيال ارترز كده برياستيال ارترز ماشي برياستيال ارترز يبقى حتى الآن عندك إبيفيزيال أرترز وعندك ميتافيزيال أرترز وعندك برياستيال أرترز جميل ثم أرتر يبقى كبير شوية بيخش العظمة من برة يخش العظمة من برة هل ننكبره شوية من فتحة في العظمة ويمشي جوة في كنال أو في قناة اسمها نيوتريانت كنال القناة المغزية ويغزي برضو العظمة اسمه نيوتريانت أرتري شوريان المغزي اسمه ايه؟ نيوتريانت أرتري يبقى العظمة تتغذى بكم شولينا دا كاترة تتغذى باربع شرايين الإبيفيزيال أرترز اللي عند الإبيفيزيز الميتافيزيال أرترز اللي عند الميتافيزيز البرياستيال أرترز اللي خرجها من البرياستيام اللي هو الغشاء اللي فيه اللي محوط العظمة من برة ثم أرتري كبير بيخش العظمة ويمشي جوة قناة جواها اسمه النيوتريانت أرتري الشوريان المغزي يخش يمشي جوا قناة اسمها النيوتريانت كنال القناة المغزية ويغزي العضر يبقى العضرة بتتغزي بالإيبيفيزيال أرتريز الشرايين بتاعت الإيبيفيسيز ميتافيزيال أرتريز الشرايين بتاعت الميتافيسيز برياستيال أرتريز الشرايين اللي بتخرج من البرياستيام والنيوتريانت أرتري الشوريان الكبير اللي دخل جوا العظمة وبدأ يغزيه ماشي كده؟ ذه ايه البلدسابعي بتاع العظمة утركيب لونج بون التعالوا انا اراء يقولك بالنسبة ليه اجزاء الى Sesame لكن النهايتين تتكون عن النهايتين شافت النهايتين اسمهم الابيفيس والشافت اسمها الديافيس وعليه؟ من العضن المضغوط النشف القوي شديد الصلابة يعني محوطة جوها كجويف سمته لك الميدالري كافيتي الذي كان يحتوي على البون مارو أو نخاع العظم ثم بعد كده عندك الميتافيسز ولك الميتافيسز هي المنطقة من الشفت المنطقة من الأنبوبة اللي جنب الإيبيفيزيال كارتلج لأن هي هيكون فيها النيولي فورمت بون أو العظم الجديد المتكون أثناء نمو العظمة ودي بنسميها الميتافيسز ثم بعد كده عندك حاجة اسمها الإيبيفيزيال كارتلج أو الإيبيفيزيال لاين أو زود لكلمة الإيبيفيزيال بليت الثلاثة صح؟ يعني زود لكلمة بليت يمشي كارتلج ويمشي لاين ويمشي كلمة بليت يتقال عليه الثلاثة أسماء إيبيفيزيال كارتلج أو إيبيفيزيال لاين أو إيبيفيزيال بليت يقولك ده اللي مسؤول أو هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن هايلاين كارتلج أو غضروف زجاجي أو الغضروف شفاف موجود فين؟ موجود عند الاندوفزشافت في نهاية العظمة من فوق او تحت هو مسئول عن جوروس اوف بون ان لينس طول جنباء امسي كيو هو المسئول عن نموه العظمة في الطول وبيجي عند سن معين سيرتين ايجي يعني سن معين ويحصل له اصفاي يعني يتعظم ويسيب خط مكانه كده اسمه الابفيزيال لايم لانه خلاص الشخص ده مش هيتوال تاني خلاص وصل لسن معين ده معادش غضروف عاد حتة عظمة عاملة خط كده ثم البري اوستيام وده عبارة عن فيبرس منبرين غشاء ليفي محوط العظمة من بره فروم اوتسايد وده اللي مسئول عن الجوروس اوف بون ان ويتس اللي مسئول عن نموه العظمة في العرض ثم بعد كده الراجل جي يقول لك ايه الشرايين البلات سابلاي اوف لونج بون يعني الامداد الدموي او الشرايين المغزية لأي عظمة طويلة هم اربعة الايبيفيزيال ارتريز اللي كانت خارجة من عند الايبيفيزيز الميتافيزيال ارتريز اللي كانت عند الميتافيسيز اللي هو النيولي فورمت بون او العظم الجديد المتكون النيوتريانت ارتريش شوريان المغزي وقلت لك يخش جوه العظمة ويمشي في حاجة اسمها نيوتريانت كنال قناكد ثم البري اوستيال ارتريز الشرايين اللي خارجة من الغشاء اللي في اللي محوط العظمة من بره وبتغزي العظم ده بالنسبة للستراكشر تركيب العظمة اللونغ يبقى احنا اتكلمنا حتى الان على الاربع اجزاء بتوع المحاضرة كاملين اتكلمنا على اول حاجة تعريف العظم الديفينيشن وعدده اتكلمنا على الفانكشن دعمه وحركه وحاجة من فوقه وحاجة من تحته ومغزن ومصنع وتكلمنا على الكلاسيفيكيشن التأسيمة بناء على المكان وبناء على التكوين وبناء على الشكل وبناء على التركيب وتكلمنا على الاستراكشر او تركيب العظمة الطويلة من نهايتين وانبوبة وهنا في ايه وهنا في ايه والبلات سبلاي او الشرايين المغزية لأي عظمة طويلة ده بالنسبة لموضوع المحاضرة التانية اللي كانت بتتكلم على الاسكيليتال سيستم او الجهاز الهيكلي او البونز عظام الجسم شكرا جدا يا دكتر اشتركوا في القناة